السلام عليكم. اليوم جاء شخص حارق في الطيارة من مصر الى مادريد. واحد زميل دياني طرح لي وحد السؤال تساؤل في الصلاحة ما طرحوش علي يوريكين قالوا بصوت مرتفع. قال لي كي دي سيسبراثيون يعني الواحد يعني كي عرض راسول الخاطر لموت وباش يجي يعني يمحشي في البوديكا ديال ديال الطيارة. مخزن ديال الطيارة. وعرف راسول يقدر يموت لان هذا خدم في المطار هو كيكون عارف بانه كي نوحد الخاطر كبير يعني الطيارة كتكون طيرة على علو ديال ثلاثتاشر كيلومتر تقريبا بين حداش تلتاشر كيلومتر. فدرجة الحالة كتكون ناقص سسة وخمسين درجة. قال لي نملي عي طول في التليفون حتى نشوف في الخدمة. في اليميلات. احنا سحب لنا وصال يعني مية سيدة. من بعد يخرج في الجرائي. سحب لنا وصال مية. وركنو اصل بالروح. من بعد عايتو لنا في التليفون. قال نقول لا شوف راح. حد مطار ماشي مطار مادريد مطار آخر ولكن احنا اللي كان مشيو هذك ديك ستاسيون طول. قالوا لنا راح هراب راح مع عمنا السين تخرج هرب يعني. سيدو صل بالروح. فالسؤال ديال هذ سيد هذا. على هيدا اللاجئين العرب حتى هنا في اوروبا للأسف للأسف هذه مسائل اللاجئين العرب هنا هما اللاجئين. نسبة ديال العرب من اللاجئين هنا في اوروبا هي اكتر نسبة. ما علنا ما نزيدوش نهضروا في المسائل السياسية بززاف ولكن اكتر نسبة من اللاجئين في اوروبا هي العرب. سؤال يطرح لماذا لماذا الدول العربية مرونة يا صاحب. هذا من جهة. من جهة اخرى اه الناس اللي كانوا البارح تم تحويل الرحلة ديالهم الى مادريد مع الاماراتية للطيران. فباتوا مكرفسين باتوا في الماطر في الكراسة اه عادي معني ما كن لا الناس بزاف اه ما عجباش الحال وكانوا كيقولوا علاش واختنا الاطيل وهذا. ولكن ما كانش بالامكان انهم يشبروا الاطيل للناس ما عندهمش فيزا ديال اسبانيا. وكانش يوحدين كان عندهم الفيزا ديال اسبانيا او كان عندهم اوراق اوروبية مثلا. ولكن ما كانش ما كانش امكان ديال انه تندم اه يعني خرج انتها ما تخرجش انتها هذا. فباتوا ليلة كاملة هنايا في في المطار. كانوا بقاهم بالليل. اعطوهم المكلة اعطوهم شي بالطانية صغار ولكن ما اعطوهمش الوطيل. كانوا الناس اه حيهو ما عجبوهمش الحالة هدا ولكن باتوا للاسف هنايا في الصالة ديال الاركاب. حتى ما بعد في الصباح هذي كله اركبوا في الطيارة ومشات الطيارة الى الدار البيضاء. في موضوع اخر عنده علاقة مع هاد الريح ديال البارح والطيارة اللي اجاز هنايا المدريد. اه الفيديو هادا اللي كتشوفوه. هادا ديال اه العربية اللي كانت نزلت البارح في طانجا. اه فكيما كتشوفوه اه المحرك تتضرر بشكل كبير. اه ولكن الحمد لله ما كانت شي خسائر في الارواح. تم تأكيد الامر كيما كتشوفوه فعلا تتضرر المحرك. لزاف ديال الاسئلة ديال النسف. كانت تقول عيش مشاشي المطار اخر على السبح الله في ذيك الوقت نفس الوقت اللي كانت الرياح في المطر ديال طنجا. فكانت الرياح في المطارات كاملة كان صعيب انه يعني يخيبش المطار اخر فكانت تقريبا نفس ديال اه نفس المشكل ديال ريح في المطارات ديال المغرب كامل. اه كيب بعض الناس كان يقول لك يقدر يمشي مثلا المالاقة. ولكن في اعتقادي لربما ما يكونش كان عنده الوقود الكافي عو تاني باش يمشي. لشي مطار مثلا اه يعني وصلتها المالاقا ولا المدريد ولا سيفيا. فراكم بزاف ديال الاحتمالات وبزاف ديال الحسابات. اللي اه خصو يعملها البيلوت. اللي مهم هو انه الحمدلله مكانت خسائر بشرية. اه المطور غالي وغالي بزاف. ولكن اللي مهم هو الارواح. هو كل شيء اه باقي الحمدلله مزيان. وبالروح. ومع العربية احنا غالي نصفر ان شاء الله بحل اللي قلت البالة. غالي تهبط النال بي شي شي شوية.